مجلس البحث العلمي مساء الخير دكتورة سعدين جداً بوجودك معنا ويضاً نرحب بير السادة حمود بن عبد الله العدوي وهو معلم في مدرسة بن عرب بن سلطان في بهلة ويضاً هو الفائز بالمركز الثالث في هذه الجائزة في مجال الابتكارات مساء الخير السادة حمود ونبارك لك أيضاً هذا الفوز الله يبارك فيك شكراً جزيلا يا مرحبا بك أبدأ معك دكتورة جميلة كيف جاءت هذه الفكرة حتى تخصص جائزة معنية للبحوث والابتكار في مجال البيئة أود أن أوضح بأن جائزة البحوث والابتكار في مجال البيئة هي تحت مظلة البرنامج الاستراتيجي لبحوث المياه وفكرة تأسيس البرنامج واستحداث هذه الجائزة هي تنفيذ لتوصيات ندوة الكراسة العلمية لصاحب الجلالة التي أقيمت في توكيو في أكتوبر عام 2014 هذه الندوة كانت تحمل عنوان إدارة المياه لتنمي السدانة طبعا خرجت هذه الندوة بجملة من التوصيات من ضمنها كانت التوصية باستحداث جائزة للمياه بحيث تعنى بالابتكارات والبحث العلمي وكذلك دعم البقود فمن أجل ذلك تم تأسيس هذا البرنامج وتم اعتماد البرنامج والبرنامج قام بتمويله بعض الأبحاث وطبعا الاستحداث الجائزة جميل طيب سيد الحمود نبارك لك هذا الفوز بابتكار تطبيق للهواتف الذكية للحديث عن موضوع الماء وهمية إدارته إيش تفاصيل هذا الابتكار؟ طبعا هذا الابتكار جاء من مشكلة حدثت في المدرسة وهي أن هناك فاقد كبير جدا للمياه ولم نستطع أن نحل هذه الإشكالية لأن شبكة المياه في المدارس متشعبة بشكل كبير جدا فعندنا الثلاجات ودورات المياه وأيضا الأنابيب بشتى أنواعها فإصلاح الأعطال تكون متأخرة جدا فبالتالي الفاقد سوف يكون كبير جدا جاد الفكرة هي كالتالي أننا نضع تطبيق للهواتف الذكية هذا التطبيق الموظف أو المعلم في المدرسة عندما يشاهد تسريب للمياه أو فاقد للمياه يقوم بتصوير ذلك المكان بعد ذلك يعين الموقع عن طريق إسقاط ما يسمى بإسقاط الدبوس بعد ذلك يكتب الضرر هل هو قليل أم كثير أم متوسط أم ماذا ثم بعد ذلك هذه البيانات كلها يرسلها إلى المشرف المشرف تأتيه مباشرة رسالة هذه الرسالة طبعا وميض إذا كان الفاقد كثير جدا يكون لون الأحمر وإذا كان أقل يكون باللون البرتقالي ثم باللون الأخضر بعد ذلك مباشرة يقوم المشرف بالاتصال بالعامل المسؤول عن الصيانة ويذهب مباشرة إلى المكان ويصلح العطل مباشرة ويكون هناك الفاقد قليل جدا إيش اسم التطبيق؟ الماء شريان الحياة وموجود على الأندرويد والأبس نعم طبعا إحنا الآن دعيناه يمكن خاص لكل مدرسة لماذا هذه الخصوصية؟ لأننا نخاف أن أحد يرسل رسالة بيانات نعم بيانات أخرى وبالتالي كل مدرسة تكون خاصة بها رقم سري للتطبيق طيب دكتور جميل كيف كان زخم المشاركة في هذه الجاهزة في مجاليها؟ نحن استقبلنا لله الحمد طلبات كانت متميزة في النشر العلمي وكذاك في الابتكارات وكانت بالفعل تلبي أو مطابقة حسب المواصفات التي هي واردة في الجائزة كذلك بالابتكارات المبتكر الناشئة وهي الفئة التي قامت وزارة التربية مشكورة بإدارتها كانت أيضا متميزة من ناحية الطلبات والتنوع وأيضا من ناحية السبق في المعلومات وكذا الآن هذه الفكرة فكرة هذه الجاهزة ستكون سنوية إن شاء الله نعم وفي كل سنة تناقش موضوع لا هي عامة بكل ما يتعلق بموضوع البحوث الابتكارات في مجال المياه نعم مسألة دعم البحوث الشقة الأول من البرنامج في كل سنة هناك موضوع معين على أساس أنه الدورة الأولى لإعلان طلب استقبال دعم البحوث العلمية كان الموضوع الرئيسي فيها هو موضوع التكنولوجيا المياه والابتكارات فيها أما بالنسبة للجائزة هي مفتوحة لكل مجالات المياه في كل مفروعها طيب ذكرت عن موضوع المبتكر الناشئ نعم الذي أدارته بزارة التربية والتعليم كيف كانت هذه الابتكارات اللي كانت متميزة بصراحة ونحن مشهد بأبنائنا الطلبة كانت لديهم أفكار حلوة وبفعل كانت لها استجابة طيبة لدى لجنة التقييم لماذا حددتم هذه الفئة فيها خاصة بمبتكر الناشئ؟ كانت الفكرة عندما كنا نقوم بوضع أساسيات البرنامج أن مسألة الابتكار تكون عامة ولكن وجدنا أن فئة المبتكر الناشئ وهم طلبة المدارس ما قبل سن الجامعة هي نوعا ما مهمشة وغير واضحة في الابتكارات فرأينا أنه يكون فيه هناك شق للابتكارات العامة ممكن أي شخص يقدم فيها بما فيهم الشركات الناشئة والشركات الكبرى وفي شق آخر المبتكر الناشئ وهم طلبة إلى الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر طيب أستاذ حمود هل جربتم هذا التطبيق على المطاق الواسع؟ كيف كانت النتائج؟ نعم الآن بدأنا في المدرسة طبقناه والحمد لله أنه وجدنا أن الفاقد المياه بدأ يقل تدريجيا وطبعا طبقناه من خلال مجموعة من المعلمين وفي طور التجديد بإذن الله تعالى لأن الآن في المدارد في كل مدرسة في عالم الحالة السلطنة موجودناك أخصائي داري ومالي يمكن هو يكون مشرف عن هذه طبعا التطبيق بدن الله تعالى هل من الممكن تعميم نشر هذا التطبيق على المطاق الواسع؟ يعني أن يتجاوز فكرة المدرسة؟ نعم نعم يمكن أن نتجاوزه حتى إلى المسجد يمكن المشرف على المسجد يمكن يكون هو عنده التطبيق وجميع المصلين يكون عندهم هذا التطبيق أو مثلا العامل الذي ينظف المسجد يمكن يكون عنده هذا التطبيق فإذا كان هناك أي عطل بإمكان يرسل له الرسالة فيتلقى العامل مباشرة يصلح العطل الموجود فيه نعم عندنا أيضا مستقبل فكرة تكون طموحة بإذن الله تعالى طبعا كما نعرف نحن الآن المياه حكومية على مستوى السلطنة يمكن شخص وجد هناك عطل في إحدى الأنابيب المياه يمكن يصور ذلك المكان ويرسله إلى الدائرة المعنية في الولاية التي هو موجود فيها بعد ذلك طبعا يستقبل المشرف ويمكن مباشرة يذهب لإصلاحه طيب إلى أي درجة هذا التطبيق الماشرية من الحياة تطبيق على مستوى عالي من الدقة يعني يضمن المعلومة الدقيقة والصورة تأتي بالبيانات التي من الممكن نعالج فيها هدر هذه المياه إلى الآن تقريبا 80% استطعنا أن نحتوي طبعا هذا لكن نطمح كيف ضمنتم هذه النسوة المتقدمة؟ من خلال طبعا عدة تجارب وضعناها مثلا هناك عطال في الثلاجة أو في الأنابيب طبعا عقينه من المعلمين صوروا ذلك المكان وأرسلوه إلى المشرف وكن طبعا في البداية المشرف على أساس أن نضمن جودة وصول المعلومة ولله الحمد وصلت المعلومة بدقة والمكان المعني كذلك فبسرعة يمكن أن نتصل بالعامل عامل الصيانة في كل مدرسة موجود عامل الصيانة مباشرة يذهب لإصلاح ذلك العطل طيب دكتور جميل ما هي المعايير التي على ضوئها؟ سيد الحمود وبقية من شاركوا في الجائزة بهذه المراكز المتقدمة طبعا نحن عندنا أهم شيء بالنسبة للابتكار عموما يفترض أن الفكرة تكون أصيلة أصالة الفكرة تكون الفكرة التي تقدمها أو الحلول الابتكارية التي تنطوع على هذا الفكرة تكون قريبة من المطابقة لمتطلبات الواقع ومتطلبات المشكلة قابلة للتطبيق قابلة أنه في المستقبل ممكن استغلالها تجاريا وممكن تطبيقها على النطاق واسع هذه المعايير هي الأساسية بس مثل ما قلنا أهم شيء هي أصالة الفكرة أنها تكون فعلا فكرة أصيلة ونابعة من المتكر نفسه وليس التكرار وإن كان هذا التطبيق أو مثل أي فكرة ابتكارية أخرى بناء على فكرة سابقة فيفترض أن المشارك يذكر الفكرة الأصلية وإش مساهمته أو تطويره وإضافته على هذه الفكرة القائمة نعم طيب إش هي المعايير والضوابط الخاصة بمجالات النشر العلمي يعني النشر العلمي نحن نعرف أن العالم يتقدم في موضوع تحكيم هذه البحوث العلمية فكيف ضمنتم أيضا جودة هذه البحوث المقدمة؟ هي في النشر العلمي تكون شوي أكثر تعقيدا من في النشر العلمي يفترض أن الورقة العلمية تكون أساسا منشورة في مجلة علمية محكمة أو دورية عالمية مرموقة نحن حدد من المواقع العلمية التي يفترض أن هذه الورقة العلمية تكون منشورة فيها بالنسبة للابتكار والنشر العلمي في الفئتين يفترض أن الموضوع يكون عن سلطنة عمان يتحدث عن التحديات القائمة في قطاع علمية نفس الشيء مسألة الأصالة إنها ما تكون فكرة مكررة طريقة تطبيقها مخرجات البحث أيضا هل ممكن تطبيقها واستغلالها أو إنها فقط تكرار فهي تتشابه ولكن لكل فئة خصوصيتها طيب سيد الحمود كيف استقبل الطلاب هذه الفكرة كيف تقبلوا كيف تطبقوا مدى حرصكم على نشر الوعي لأهمية الحفاظ على المياه في ألبياء المدرسية مدرسة بالعرب والسلطان من المدارس المنتسبة إلى منظمة يونسكو شبك المنظم يونسكو والتابعة طبعا اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم من سنة 2011-2012 من ذلك الوقت ونحن معنيين بالتنمية المستدامة وخاصة التوعية فيما يخص المياه فكل عام في 22 مارس دائما نخصص فعالية معينة حتى العام الماضي كان معنا معرض كبير جدا في موضوع المياه بالتعاون مع بلدية مهلة هذا العام بداية العام العام الدراسة 2016-2017 كان عندنا فعاليات كثيرة فيما تخص المياه الفعالية التي خلتنا أن نمتكر هذا التطبيق الذكي هو أن الطلاب شاركوا معنا في موضوع الفاقد الموجود في المدرسة فطبعا كل طالب كان ذهب ومسك دفتر وقام يبحث أين الفاقد أين قطرة المال موجودة عند الثلاجات عند دورات المياه عند الأنابي وما شابه ذلك فكل طالب كان يسجل طبعا الملاحظات معينة وجدوا بالفعل أن هناك فاقد كبير بسبب يمكن نقول الأنابيب قديمة أو أن الثلاجات أيضا قديمة فبالتالي كل طالب جاء اقتراحات معينة فجاء هذا التطبيق بمشاركة الطلاب حقيقة لأن الخيال الخلاق ينتج إبداعا وابتكارا ولله الحمد هذا الابتكار هو ليس من صنيعي وحدي فقط وإنما أيضا الطلاب كانت أفكارهم الرائدة هي التي جمعنا هذه الأفكار وخرجنا بحصيل ما هو الماء شرحيان الحياة طبعا فكرة هذا الابتكار الحفاظ على والحد من هدر المياه هل من الممكن أن يطبق في المنزل؟ يعني قبل فترة تابعنا إعلانا رائع يعني صراحة لوصارة البلدية التقليمية موارد المياه هذا الإعلان يبين أن كيف أن الواحد عندما يضع الحنفية شرالة وهو يعني يستخدم الفرشالي فرشادة كم كمية المياه المهدرة بتطبيق بسيط يعني إذا أغلق هذه العنفية كم كمية المياه التي من الممكن استغلالها هل من الممكن تطبيق هذا التطبيق في المنزل مثلا؟ نعم يمكن ذلك ومن خلال يمكن مثلا الأم أو الأولاد الموجودين في المنزل إذا وجدوا مثلا ولم يستطيعوا أن يحلوا مشكلة العطل مباشرة يرسلوا لوالدهم أن هناك عدنا عطل كبير جدا مباشرة ولي الأمر عندما يرجع إلى المنزل يحاول أن يصلح ذلك العطل بصورة سريعة جدا كل توفيق لكم إن شاء الله دكتور جميلة آلية تطبيق وتطوير هذه الجائزة في المستقبل إن شاء الله نعم نحن طبعا بإذن الله بعد الانتهاء من تكريم الفائزين لدينا الآن مثل مراجعة على كل الخطوات التي تمت سابقا بالإضافة إلى ما واجهناه نحن أثناء فترة تطبيق هذه المسابقة نستقبل طبعا آراء المشاركين لجنات التحكيم على أساس يكون فيه تطوير أكثر في الدورة القادمة ونحاول إن شاء الله الإعلان القادم للدورة القادمة رح يكون في سبتمبر اللي هو يتزامن مع أسبوع الابتكار عالميا ويتزامن مع بداية العام الدراسي فإن شاء الله نحاول نستفيد من التطبيق السابق في أن الدورات القادمة تكون أفضل إن شاء الله كل التوفيق لكم إن شاء الله شكرا لك يا دكتورة جميلة بنت علي هنا مديرة قطاع البيئة والموارد الحيوية في مجلس البحث العلي شكرا لك يا دكتورة وشكرا لك أيضا أستاذ حمود بن عبدالله العدوي معلم في مدرسة بالعرب بن سلطان في بوهلا وإيضا الفائز بالمركز الثالث في مجال شكرا لك شكرا لك شكرا لك بارك الله فيكم توصي معكم مشاهدينا لم يتبقى إلا مسك الختام وسيكون ختام مسكنا إن شاء الله شعرا من خلال الاحتفال باليوم العالمي للشعر